هاي كانت احد النظريات وفي نظرية ثانية نظرية القطار انه اذا اخترعت او صناعة القطار يسبق الضوء سرعة مساوية سرعة الضوء فراح يصير زمن داخل القطار ابطأ من الزمن الخارجي فممكن لو انت مثلا استخدمت هذا اللي هو يلف بسرعة شديدة سرعة الضوء ممكن خلال قلنا نقول يوم او 24 ساعة انك تقطع الف سنة في المستقبل كلها نظريات الحين ما هو الحقيقي الحقيقي انه مهما فعلت ومهما وصلت بالعلم لن تتمكن من العودة للماضي لماذا؟ لانك هنا لا تعيد فقط زمان ولكن تعيد خلقه وحياة فلو فذلا مثلا نجحت في انك ترجع في الزمان للماضي لن تجد شيء لان الناس اللي كانوا موجودين والكائنات الموجودة والنباتات كلها ماتت فلن تجد الى ارض جرداء هذا لو مثلا وهو مستحيل لان اصلا بنيت فكرة الذهاب للزمن رح يتفاجأوا ليست من اليوم وامس هي من الاف السنين يحاول العلماء والكهنة العودة او التنقل في الزمن حتى ان احد الكهنة او الرجال الدين في احد الدول الاوروبية بغض النظر عن الاسم يقول انه صنع شاشة فقط ليشاهد الزمن حتى عنده موتى قال له اكيد قال لهم اكيد موجودة بس ما اخبركم ما كان الفكرة ان اغلب الناس الذين اخطأوا في انبيائهم فكانوا يقتلوهم او يجرمون في حقهم او الرجال الحكام اللي خسروا اراضي او بيوت في الماضي في العصور الغابرة ندموا على فعلتهم وكان دمهم شديد فكان هدفهم الاوحد هو ان يعيد الزمن فقط ليصلح تلك الغلطة اذا متى نحن نحاول عودة في الزمن عندما نخطئ فاذا كنت انسان تمشي بما كتب الله سبحانه وتعالى لك وتمشي على سنة نبيه لك لن تفكر ابدا في العودة للماضي لماذا لانك تمشي على الطريق الصحيح كل ما سوف يحدث انك سوف تذكر الماضي بشكل جميل وتكون سعيدا بانك قطيت حياتك في رضاء الله سبحانه وتعالى والمشي على سنة نبيه الحين بالنسبة لهذا الموضوع ان الرجوع في الماضي طبعا مستحيل المستقبل فيه اختلافات فيه ناس يقول لك ممكن انجمد انحط الشخص انجمده في ثلاجة وبعد مئة سنة او خمسين سنة انصحي مرة ثانية فيه ناس يقول لك ممكن ان يطلع معه مثل ما اسمعت نضية المكوك او نضية القطار هذا كلام اذا صار ولا ما صار ما يهمنا ليش لانه لم يخلق الانس والجن الا ليعبدون انت لو رحت للمستقبل الف سنة ولا رجعت للماضي الف سنة برضو راح تعبد الله سبحانه وتعالى هذا هو سبب وجودك لهذا ربنا سبحانه وتعالى خلقك طيب الحين بالنسبة لعالم الاحلام كيف الانسان في الاحلام يتنقل في الزمان هذا هو موضوعنا انا انسان حطيت راسي نمت فوجدت نفسي في منتصف حرب في قريش ولا وجدت نفسي ياس امشي حوالين او مع ناس يابنوا في الاهرامات او نمت واستيقظت وجدت نفسي في المستقبل البعيد كائنات غير الكائنات ومباني غير المباني وسيارات مختلفة كل شيء حتى اشكال الناس مختلفة ما هو سبب سبب حدود ذلك وكيف حدث هل هناك سبب منطقي او ليس هناك وجود لسبب منطقي بالنسبة لرؤية الانسان نفسه في المستقبل حتى لو تحققت تلك الرؤية في المستقبل فعلا بعد عشر سنين والله هذا انا شايفينه قبل عشر سنين في حلمي هذا الاختراع انا شايفينه هنا الذي حدث ليس انك انت ذهبت للمستقبل في حلمك بل ان عقلك نقي وعبطري لدرجة ستطعت ان تخيل تتخيل وتتصور وتبني صورة للمستقبل ولكنها منطقية منطقية ربما تأملت في امر معين لفترة طويلة او كان يشغل بالك فلما نمت وجدت انه فعلا هذا الشيء ممكن ورأيت نفسك انك تقوم فيه في النوم وبعد عشر او عشرين سنة اخترعوه هنا شو الغلطة انك ما سويت مثل العلماء اللي قبلك العلماء اللي قبلك لما شافوا حلم وشافوا الاختراع اول ما صحي سجل مثل انشتاين في نظرة النسبية ومثل العالم اللي اخترع مكينة الخياطة وعرف وين يجب ان يكون الثقب في الابرة هذي لما حلم وقال يلا هذا حلم وانتهينا منه اضغط احلام لا اشتغل على حلمه في منهم ظل أسابيع ومنهم ظل شهور حتى تحقق حتى تحقق فكان ما رأاه في المستقبل او في الحلم شيء من صنع يديه باذن الله سبحانه وتعالى طب الماضي هنا الماضي تختلف النظريات فيه ناس يقول لك انه الماضي اصلا مهما كان فيه جيناتنا اللي هي الداخلية تحتفظ فيه يعني ذاكرة الخلايا او العصاب نواة الجسم تحتفظ في كل هالعصور اللي مرت مثل نفس شريحة التلفون فربما سرشحها عقلك اثناء النوم وفيه ناس يقول لك لا هذا الانسان كثر ما يقرأ القرآن الكريم